لسه أكتر حاجتين بيجمعوا الناس ويفرحوهم في مصر معتشاط الكورة أو فيلم كوميدي اللي نجنى بيحبون غير كده كل واحد مشغول بأكل عيشه بيقول يلا نفسي وخلاص إنما الاستثناء الوحيد برا الحالتين بتوع الكورة والأفلام الكارسة لما تحصل كارسة زي الزلزال أو السيول بس بعد ما تقزمة الحل ترجع الدنيا تفرط من جديد نه رسود برضو ده كلام مفيد ويدر في نفس الوقت طب إيه؟ الشباب مشكلته الحقيقية إنه مستني الحكومة تعمله كل حاجة وهو قاعد على الأهوة تشغاله وترفع مرتابه وتقبضه له كمان من غير ما يشتغل الطموح أكبر من قدرة الشباب على الشغل واللي بيشتغل بجد ما بيلايش نتيجة فبيحبط ويكره عيشته ويدور على شغل برا زي كده وزي ناس كتير من اللي شفتها هنا الأغلبية مستنيها فرصة تركب فيها على البحر حتى لو بشكل مش شرعي المهمة تخلص من اللي هي فيه وخلاص ويس قوي كده فل لما نشوف هما بقى هيعملوا إيه الأول في الكام وراءة دول ايه 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 موسيقى هيدا الولد كامس شايف ادياش حريص حتى ورقة تتمسك علي ما بيترك الحكومة في وادي والناس في وادي تاني دول عايزين من دول الأكل والشرب والسكن ودول عايزين من دول انهم يسمعوا الكلام وعيشوا على قد الموجود وخلاص دول الحكومة ودول الشعب دول الأولانية الشعب ودول التانية الحكومة معروف يا باشا تبقى تطوط بشكل أوضع حتى ما نقعد نخمن نحن حاضر ما عليش بقى أول مرة ما هي لأنه أول مرة عم نبهك لأي ما ضربت المثل بالمحافظة اللي مركب الكاميرات عند السكرتيرا حتى يشوف مين داخل اللي عنده تيعمل بزنس من وراء كما قلت لي عشان قلت لك الموضوع ده قبل كده أنا هحكي في المحكي طالما مش مكتوب بالتقرير يعني ما قلتهم فصول بين ياللي بتحكيه وبين ياللي بتكنبوه أنا طلبت منك تكتب انطباعك عن كل شي وكل شي بتشمر كمان ياللي قلت لي إياهن لما تقبلنا ماشي الكلام ايه دا؟ 200 دولار عربون محبة مثل ما بطلبهم وانت كده بتحبني؟ بلا لو بتكره لي كنت هتديني كلام ما نحنا قلنا عربون بعدين نحنا مش الجهة الوحيدي اللي بتفوت فلوس منها يعني ايه؟ انت مش اتفقت مع سارة على توريد الكاميرات للشركي اللي بتشتغل فيها بمصر وانتو تعرف صلا من ايه؟ انا ما بعرفها بعرفك انت انت بترقبني؟ ليش عم تقول بطريق في كلام أشيك من هيك اللي هو ايه بقى ان شاء الله؟ اللي هو بحب عارف كلشي عن الرجال اللي بدي اشتغل معه طب وفردنا انا شغال شغلانة تانية غير شغلانة الوكالة بتاعكم دي دا ايه داخله بقيلة الفلوس اللي انت لسا مدهاني دلوقتي؟ لاش انت شو كنت متخيل اللي راح أقتيك؟ اوعى ترخص نفسك وتوافق على كل حاجة كل ما تعزز نفسك كل ما تحلاوه في عينه هو أكتر لا متخيل ولا بيتهيق لي انا السكة دي ما تكلش معايا والله الغاني يا عامة عن شغلانة بقى كل الهاري دا عشان 200 دولار؟ معتلكش يا أمور موسيقى موسيقى ياس؟ أنا وصلت تحت، هتنزل ولا أطلع لك؟ لا لا ما تطلع سويني وأنا بنزل هعد من واحد لخمسة لو ما نزلتيه ستة هتلاقيني قدامك واحد اتنين ثلاثة مئة دين واربعين مئة خمسة واربعين مئة سبعة واربعين مئة ثمانية بسوطة مئة وعشر بعدك عم بتعد؟ وانا ورايا حاجة قوليلي، أخواتك نمو؟ عميد الرسول لخسارة يعني كنا عادنا شوية مع بعض نتكلم شو اللي كان رح يمنعنا نقاض مع بعض نتكلم؟ حتقوليلي بقى أخواتي سابقاً فوق لوحدهم تتلاقيهم ما صدقوا إنها نزلت وسبب كتب بتفرجوا على التلفزيون وحيصة يا الله، شو هالخيير الواسع؟ انا بقولك الحاجة بتاعتك قبل ما تقوليه مش عايزة يتحجج كرميل يتهرب بيكافة أنا بتحجج كرميل شوفك طب أنا أعمل إيه في الكلام الحلو اللي يخش القلب رشق ده؟ قولولي هتا نشوف عمار شو بدك منا؟ منت عايزة شوفك هلأ بنصاصر بيه؟ نشوف العصر ونشوف المغرب وفي كل الأواد كمان فيه نا انجد شو بدك أمر؟ انجد تولي هاو زعب معك او طوال وقت ممكن ما عرفش كل ما بجمش واسيبك او امش عايز امشي مصدق الكلام ده؟ مصدقها؟ قولي ايه بقى؟ استهى استهى ودي؟ لازم اطلع عند اخواتي عشان زمنهم سايبين الكتب وبيتفرجوا على التليفزيون اه وهي صعب وهي صعب ما نعملو فالناس هتطلع علينا ولا ايه؟ احنا كنا بنقول بعد تارف تارتين بعد خمس عشرين كالسبيرا مستر عمر مستر سالم is waiting for you in his room سالم in his room سالم عدي علام في القوضة فامت اخش الحمام يلا شفيتو ميانسيدي أوفيتو خير وإيه اللي خير وإيه اللي خير انت مصيب لي خبر يا ابني أول مرجع القتيلة عدي على جنبك في القضاء ولا إيه؟ انت مالك مزاين علينا كمان ليه؟ هو اللحق يقولك؟ صراحة يعني بجل مش فاهمك والله ما حد فينا اللي عارف مين المفروض يفهم مين يعني إيه؟ لما فهم بقولك يا سالي عمر بأتكلم بجد إيه اللي انت عملته ده؟ إيه؟ عملت صح؟ هو صح أنك تسيب الرجل والفلوس وتمشيه؟ هو طبعا انت عايش شتغل معه يا لأ؟ سلم والله ما حدش يقول للشغل يا لأ خصوصا في الظروف المنايلة لما يعلم بها لربنا اللي إحنا فيها دي بس أنا حب لما شتغل مع حد يقدرني طب وإنت عايز تتقدر إزاي بقى؟ بالفلوس طبعا ده ما الرجل إداك مبلغ كويس جدا أنت بتطمع ليه؟ لا يا سالم لازم نطمع ولا أنت ناس إن إحنا في غربة أنا لو فضلت ماشي على طريقة الحساب بتاعته دي لها عرف أكثر إيرش ولا همدتها روحي بحاجة ده أول هام طب والتاني تاني هام بقى أنا مش مرتاح للرجل ده من أصله ومش عارف هو عايز من إيه بالزبط اللي عايزه منك أنت كذبته في التقرير ولما عجبوا التقرير رحمة الله لك فلوس محبة وقتين دولار أنت عارس تجنننا يا سالم بقولك إيه؟ أنا موضوع الوكالة ده مش داخل دماغي مش فهمها يا إيه بالزبط يعني تاني يا عمر تاني هنتكلم في الموضوع ده تاني تاني وتالت ورابع وعاشر قراء يا سالم مش عارف رسم الرجلي؟ ولا أفضل ماشي كده وبيندي اللي بتاع يا عمر اتنوح أكبر من كدب كتير طب إيه رأيك اللي هو جلال لها شغال معاه في مصر؟ أعرض عليها أن أشاركوا في أرباح الكاميرات اللي هيخدها من صارع عشان يباحها عشان أساب في التوكيل ده الله طب ده كويس قوي كويس لللي زيك اللي اطموحوا على قده إنما أنا بقى اطموحها سالم أخدوا التوكيل كله لحسابي لا ده عايز فلوس كتير يا عمر مال ده هلقبلت اشتغل في الوكالة بتاعت صاحبك اللي اسم مداني ده كنت فكر من الفلوس اللي هاخدها منها هتخليني حقق الحلم اللي حلمت بيه في مصر هفتح مكتب لوحدي استنى مسائل خير مسائل هانا أهلا يا خديجة خير بابا جراله حاجة ولا إيه؟ لا ما تتخدش كده بابا كويس طب الحمد لله طيب أنا هستأزم بقى عشان لو عادتش بيه أكيد شكله يبقى وحش طب يلا سلام يا صاحب سلام يا عمر طب انت واقفة بارا اللي تفضل خير يا خديجة ايه مالك زي ما تكون كده مش طيقني انا؟ ليه؟ اوه واقف جنب الباب وخيف ده انت حتى ما قلت ليش اتفضلي حتى اتفضلي أكثر من كده يا خديجة ده انت جوا القوضة هو يعني أنا مش مسمح لي قاعد؟ لا ينهر أبيض معقولة اتفضلي قدت حلو قوي الله يكريمك خير يا خديجة حشتني حبيت اتطمن عليك ايه يا روس طيب يلا انا جارك العطول سلام كيف خارستو؟ واضح كده ان الدخل اللي دخلها داني على عمر ما كانتش معاه بمعنى عمر شكله كده مش غضم حكاية الوكالة بيسألني من داني وداني عايز مني ايه؟ وعالاساس ده بقى يا حدي ده الفلوس اللي هو عايزها والشكل كده اللي هو عايزه هيعوركو جامد بتاني هنرجع للكلام ده انا مش فهمتك وانت بنفسك حسستين انك خلاص هتعمليني على ان اخوكي عمر ها انت ازاي مش حاسس بي عشان كل ده مش حقيقي كليسة صغيرة خديجة والمشاعر اللي جواك دي مشاعر طفولة وبراءة طب لو كنت انا متأكدة من المشاعر دي وبقى كدلك انا اللي بقى كدلك ان احسن حاجة انك تسمع كلامي اقولك ايه بقين دي يا اخوة حمامة غير جدوم واجهة وصلك ونكمل كلامنا بالسل طب ما احنا بنتكلم اهو هوا مفيش احسن ما الكلام في الهوا احنا وصلنا يلا فاقدالي خش يا سيتي وانا هفضل وقف لحد ما اطمن عليك شوف تبقى انك بتخاف علي ما هو لازم هبوكي في ديقة ومش موابوض ووقت متأخر هزيبك كده صرحي في شهرة بس كده؟ والله هالعظيم بس كده فيش بس بوكي 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 بوكي